الطاقة العامة لك عزيزي الأسد أنت في وضع استقرار كبير في هذه الفترة وأنت في وضع قوة ربما قد كنت من فترة قد حصلت على منصب عالي في عملك أو في أي مكان آخر وأنت الآن جدا مستقر ومتحكم ومتسلط وصاحب نفوذ وأنت الآن مرتاح ومسيطر على نفسك على عائلتك على أمورك بشكل عام أنت في وضع إذن استقرار وتوازن كبير في هذه الفترة لا يوجد أفضل من ورقة الإمبراطور في التاروت لكي تعبر لنا عن طاقتك الجميلة فهي أقوى ورقة في التاروت أنت ترى الحبيب بأنه قد رفض المشاعر أو هو حزين ومتباعد عنك ويرفض في هذه الفترة أي مشاعر منك ومن غيرك ربما هو قد حصل بينكم زعل وخصام وهذه الفترة هو متباعد وهو لا يريد أن يقبل منك أي عرض أو ربما تراه بأنه في علاقة أخرى وهو يرفض أن يكون معك ربما قدمت له عرض وهو يرفض أن يكون معك ومع غيرك ربما حصلت عنده هذا الشخص مشاكل منذ فترة مشاكل في علاقة عاطفية سابقة وهو يخاف أن يبدأ بداية جديدة مع أي شخص آخر هذا الشخص الاحتمال الأكبر بأنه تكون بينك وبينه زواج وزواج منذ فترة طويلة أيضا وحصلت بينكم خصام وخلاف وهو الآن متباعد وأنت هكذا تراه أكيد بأنكم تعيشان أنتما زوجين وبينكم أطفال أيضا وهو متباعد عنك وهناك أشياء غامضة احتمال بأنه قد تباعد عنك وهو في هذه الفترة مختفي تماما لا يعلمك أبدا عن أخباره وأحواله ولا تعرف عنه أي شيء وضعت الطاقة العامة أماني لكي أستطيع أن أربط القراءة مع بعضها لنأخذ نصائح من الرومانس أنجل تقول لك هذه البطاقة سامح وتعلم إذا كانت قد حصلت بينك وبين هذا الشخص مشاكل من طرفه أو من طرفك هذه المشاكل فتقول تدعوك هذه الورقة لكي يحصل بينكما تسامح وتعلم من أخطاء الماضي ورقة أخرى هذه تقول لك هذه البطاقة تقول لك شغف اسمح لروحك أن تغني بفرح لا تخاف ولا تحزن وتذكر بأن الله يقف دائما بجانب من يذكره بطاقة أخرى هذا الشيء سيؤدي إلى الحزن والخسارة إذا كانت بينكما احتمال أنت في وضع تسلط على هذا الشخص أنت أشعر بأن هذه القراءة أنت في وضع مكان مرموق أو مكان جيد وقوي ولكن احتمال أن تكون قد حصلت بينك وبين هذا الشخص مشكلة بسبب تسلطك الكبير به وهو قد مل وترك العلاقة أو حصلت بينكما مشاكل ولكن بسبب التسلط هذه تقول لك شغف أعطي اسمح لروحك أن تغني بفرح تكون احتمال بأن يكون رجوع بينك وبين هذا الشخص احتمال كبير أن يكون رجوع بينك وبين هذا الشخص ولكن تعامل معه بكلام جميل وبلطف مع هذا الشخص وسامحه أو تسامح أنت وهو تسامحك أو تسامحه وتعلم من أخطاء الماضي حاولوا بأن تتعلموا من أخطاء الماضي لأن إذا حصل فراق وطلاق فهذا الشيء سيؤدي إلى الحزن والخسارة لكل الطرفين وتذكر دائما بأن الله يقف بجانب من يذكره إذن قبل أن أنسى الأبراج معي برج الدلو وبرج الأسد وبرج الميزان وبرج العذراء وبرج السرطان وبرج الحمل والدلو والحوت أيضا الطاقات جميع الطاقات أيضا جميع الطاقات موجودة معي طاقتك لهذه القراءة أنت أيضا هنا تظهر لي بوضع الإمبراطور وهو إنسان قوي ومتسلط وهذه أيضا تضل على التسلط ربما المشكلة بينكما هي مشكلة بأنك متحكم بأمواله أو بالمال الذي لديكم وأنت الآن احتمال بأنك تحاول أن تكون متوازن تحاول أن تعيد الأمور إلى ما كانت عليه مسبقا تحاول أن تكون عادل ومتزن في قراراتك وفي تصرفاتك في أموالك في مصارفك ربما حصلت كما قلت بينكم ومشكلة بسبب الأموال وأنت الآن وأنت فرطت الرأي وفرطت رأيك هو كان عنده رأي آخر وأنت فرطت رأيك وقد خسرت هذه الأموال بسبب عندك وتسلطك والآن تحاول أن تعيد الأمور كما كانت عليه مسبقا الطاقة لهذا الشخص هو إنسان عملي جدا ومهتم الآن بعمله ومنجاحاته وأمواله هو لا يريد أن يهدر الوقت الثمين بأمور أخرى هو يريد أن يهتم بعمله هو بالدرجة الأولى في هذا الوقت مهتم جدا بعمله ولا يعطي للعواطف وظهرت لنا في هذه أيضا لا يعطي هو لا يعطي في هذه الفترة للعواطف أي اهتمام وأي دور هو مهتم فقط بعمله ونجاحه وبأمواله ومستقبله مشاعرك باتجاه الحبيب أنت ترى بأن الحبيب هو قاسي القلب قاسي الكلام ربما حصلت بينكم مشكلة وتكلم معك كلام قاسي اتهامك اتهام كبير هو هذا الشخص قد تضايق منك بشكل كبير منذ فترة طويلة وفي نهاية المطاف قد قال ما قاله قد قال بلحظة غضب قد قال كلام كبير وهذا الشخص لأنه تحمل كثير منك احتمال بأنه قد حصل بينكم كما قلت مشاكل كثيرة وتحمل تحمل كثير هذا الشخص ولكن بالنهاية قد قال كلام قد جرحك وسبب لك أيضا أنت الحزن بسببه والغضب مشاعر الحبيب اتجاهك هو يشعر بأنك قد قطعت معه الكلام هو أيضا لا يريد الحب وأنت قد قطعت معه الكلام أو بأنه هو قد قطع معك الكلام هو يشعر بأنه لا يريد احتمال بأنه لا يريد أن يكلمك احتمال أحد منكم قد قطع مع الآخر الكلام وهو الآن إنسان عملي كما قلت صاحب قرارات مهتم بنفسه وبمستقبله ولا يعبر عن مشاعره أبدا أبدا إذا كان هناك بينكم أي معاملات أو أعمال بينك وبينه إذا كنتما في زواج بخصوص الأطفال بخصوص أي شيء آخر هو يعاملك معاملة رسمية جدا وسطحية ضمن الحدود لا أكثر ولا أقل هو لا يبدي أمامك لا يظهر أمامك أي مشاعر وهو يراك أيضا بأنك قوي ومتسلط ومتحكم برأيك هذه ثلاث بطاقات تظهر لنا بأنك أنت إنسان قوي هو هكذا يراك أنت متحكم برأيك وهو قد فاض به الكيل وقال ما قال نوايا هذا الحبيب بالنسبة لك هو يريد أن يعند أيضا أنت متسلط وقد أظهرت قوتك وعندك تسلبك برأيك وهو أيضا يريد أن يعمل مثلك يريد أن يعند وينتظر ويراقبك فقط وينتظر ماذا ستعمل بالمناسبة هذا برج السرطان أيضا إذن لا يريد أن يعمل شيء سوى المراقبة والانتظار هو يريد أن ينتظر وهو في وضع مستقر هذا الشخص هو في وضع كما قلت في وضع عملي جيد وهو وضع مستقر في وضع مستقر لا ينوي على عمل أي شيء وخطوته القادمة أن يظل الأمر معلق هكذا بينكما إذا كان في زواج سيظل كما هو احتمال زواج عن بعد لا يوجد أي مشاعر بينكما لا علاقات حميمية ولا شيء ولا أي شيء آخر ربما كان قد قطع معك الكلام ويريد الطلاق أيضا وهو قد علق الأمر لا يريد أن يعمل أي شيء لا يريد أن يصل الأمر بينكما أيضا إلى المحاكم هو يريد فقط أن يكون متباعد عنك ويعند ويستعمل السلوب الذي أنت تستعمله معه إذن سيبقى الأمر كما هو عند وترقب وانتظار ومراقب مصير هذه العلاقة مصير هذه العلاقة الانتظار أيضا الانتظار والترقب هو أو أنت قد وضعتم القرار وانتهيتم في البعد ولا أحد منكم يريد أن يتنازل عن رأيه وهذا الشيء سيؤدي إلى الحزن والخسارة هذه الورقة تقول من المفروض منكم أن تتنازلوا قليلا تجلسوا وتتنازلوا عن رأيكم ولا تكون عنيدين لهذه الدرجة فهذا الأمر سيؤدي إلى الحزن والخسارة وكلاكما سيظل منتظر للآخر سيظل منتظر للآخر ليأتي إليه ويقول له كلا وهو يقوم بدور البداية كلاكما سينتظر أنت ستنتظره لكي هو يبدأ لكي يبدأ هو وهو ينتظرك لكي أنت تبدأ هذه البطاقة تقول لك نصيحتك بأن تعيش حياتك وتفرح وتخرج من حزنك ومن قلقك ومن عملك أيضا وهو عملكما يأخذ منكم الشيء الكثير أعطي هذه العلاقة نوعا من الشغف بينكم لكي ترجع العلاقة كما كانت إذا كان هناك برود في هذه العلاقة أنتما أزواج وتعيشون في نفس البيت ولكن برود مطلق خروجا مع بعضكما احتفلا ليكن بينكم أصدقاء مقربين أيضا أعطي نوع من العلاقة لهذه العلاقة نوع من الشغف والفرح والتسلية وتغيير الجو لعل العلاقة تتحسن وترجع لما كانت عليه سابقا ولا تنسوا ذكر الله فأن بذكر الله تطمئن القلوب وهذه تقول لك سامح وتعلم لا تكون عنيدا ومتمسك برأيك وسامح إذا أخطأ هذا الشخص أو قال لك كلام قاسي واطلب منه بأن أيضا هو يتنازل قليلا وأنت تتنازل قليلا لكي تمشي الأمور بينكما لأن كما قلت هذا الشيء سيؤدي إلى الحزن والخسارة